المرجعية ليست طرفا في أي مباحثات سياسية هكذا حسم مكتب المرجع الديني السيد علي السستان الموقف مما أثير عن دور المكتب في مشهد ما بعد الانتخابات المشهد السياسي معقد فالقوى الشيعية التي يشكل تماسكها حجر التأسيس لأي تحالفات مع باقي القوى الكردية والسنية منقسمة إلى متصدر بفارق بعيد من جهة ومتحالفين قلصوا هذا الفارق من جهة أخرى كما لم تؤتي الإيماءات بين أبرز القادة في الفريقين والتي عتبرت إشارات استعداد للتفاهم أي نتائج تفك التصلب في المواقف فقبل الفارق في النتائج كان الخلاف على أداء مفوضية الانتخابات والحكومة فريق الفتح يطعن في أصل نزاهة الانتخابات وفريق التيار الصدري يتمسك بالنتائج برغم أن كلا الفريقين أبقى على إدارة هادئة في أزمة كانت تخوف واردا من أن تعصف بكل الحالة السياسية في العراق أو قد تمتد إلى أبعد من ذلك في خدم كل ذلك اتضح مسار المعترضين بالتزامن مع مسار المتصدرين ذلك أن كلا الطرفين يدرك من دون أن يتبنى رسميا أن الملف سيصل في نهاية المطاف إلى اعتماد الاستحقاق الانتخابي في المواقع والرئاسات والحقائب الوزارية لكن التوافق هو السبيل إذ لا يمكن إقصاء طرف فاعل في المشهد السياسي اعتباريا أو على الأرض استنادا إلى نتائج الانتخابات واقع المشهد العراقي يفرض إدارة أخرى تدركها كل الأطراف في هذا المشهد الذي يتضح من خلاله أن المرحلة وصلت إلى اللا أفق أصدر مكتب المرجع الديني سيد علي السستاني نفي المسئولية عن أي مباحثات سياسية ليسلط الضوء على الأطراف التي تدير هذه المباحثات وعلى المسئولية التي تقع على عاتقها